بمناسبة توكيو بقى والحديث عن البطولات العالمية انت تأهلت بي البطولة كابتة لعب في نيجيريا كده لبطولة كاس العالم بطولة دي بيترشح لها واحد فقط من كل قر طيب عوز عرف هتستعدلها ازاي اعتقد ده تحدي اكبر برضو قدامك اللي انت ممثل لقر بقى اكمالها بقى النهاردة مش بتمثل مصر بس انت بتمثل افريقيا ككل بزبط هتستعد زي للبطولة دي طبعا دي مسؤولية كبيرة قوي ان انت هتكون انت اللاعب الوحيد المصري العربي الافريقي اللي هيكون في الصين بيمثل مصر وبيمثل الريجين كامل فعشان كده طبعا الاستعداد بدأ بالفعل وهو حطنا خطة الخطة دي لازم توصلك لأعلى مستوى فني وبدني ان شاء الله في شهر نوفمبر فيا لازم تبدأ من دلوقتي خطة المودة خمس شهور احنا دايما الغلاطات اللي كنا بنقع فيها زمان وهو انك انت وقت المكسب بتبتدي تزود مشاركاتك لانك انت بتبقى عندك حماس شديد قوي وبتحس انك انت يعني تقدر تعمل كل حاجة وده طبعا كان من الغلاطات بستنزفة كما بتحققاش حاجة فينا وبتتصاب صح وممكن توصل البطولة للأسف مصاب فيبقى انت ما حققتش الهدف دلوقتي عملنا توازن بين الكربين وبين المشاركة الدولية والمشاركة كمان الإقليمية مع مصر عندنا ان شاء الله آخر الشهر ده بطولة البحر المتوسط في الجزائر بطولة مهمة جدا يمكن عندي ذكرى مهمة قوي في بطولة البحر المتوسط في 2013 لما ربنا كرامني بالدهب وكنت مش مرشح انا اكسب الحمد لله آخر يوم كنت انا آخر لعبة وآخر يوم وكانت مصر متعادلة مع أسبانيا في حصاد المديليات فالحمد لله المديليات دهب بتاعتي قدت لمصر بقى نحن ثلاثة رقم ثلاثة في حصاد المديليات واسفانيا بقيت رقم أربعة ودين من الحاجة اللي هو بتشرف بيها جدا لان حاسيت قد ايه الله يعبر اكتنا اللي بتشرفين بيوجودك معنا حقيقيا شكرا وانا خليك تشرف ليه فالألعاب الفردية ليها نفس المساهمة بتاعت الألعاب الجماعية ودي حاجة احنا بنحاول دايما نبرزها في المجتمع بتاعنا اشتركوا في القناة